نروح مع حضراتكم للمجمع العلمي في ميدان التحرير اللي نظم محاضرة عن كتاب الضابط بوشار مكتشف حجر رشيد الذي لا نعرفه والكتاب ده بيجيب عن سؤال لماذا تجاهل المؤرخون الضابط بوشار وركزه على شامبليون فقط هذا صرح علمي عظيم في مصر بوشار اللي هو موضوع كتابي هو كان عضو في المجمع العلم المصري أيام الحملة فرنسية بوشار أغفلنا سرته وتاريخه في التاريخ لأنه هو مكتشف الحجر وهناك من أريد أن يعني يغمط حق بوشار في تاريخ علم المصريات التركيز على شامبليون لأنه فك المزره الهغرافية ده شيء عظيم لكن لابد من ذكر أيضا بوشار مكتشف الحجر لأنه في تاريخ بوشار مفاتيح وصول حجر رشيد إلى إنجلترا ومفاتيح لاسترداد الحجر من إنجلترا لأن في آخر الكتاب أنا حطت وصائق تسليم الحجر إلى إنجلترا ومذكرات بوشار في موضوع تسليم الحجر وحضرتك لازم نفسر بين حاجتين بين الحملة كحملة عسكرية غازية استعمارية وبين الجهد العلمي للحملة كان حملة فيها علماء كتير في كل التخصصات وعملوا كتاب وصف مصر من هذا الجهد بوشار كان جزء من هؤلاء العلماء وزي ما قلت كان عضو في المجمع العلمي وأرسل إلى رشيد لعمل تحصينات في قلعة قايد بايب رشيد وأثناء عمل التحصينات دي عصر على الحجر وبالتالي وأنقذ الحجر من فؤوس العمال اللي كان عايزين يكسره وبالتالي الحصن الحز حصوا التاريخ ده نبهوا لأن الحجر ده وراه اكتشاف علمه مهم ومن هنا قرر أنه يحتفظ بالحجر وينقذه وأمره جنرال منول وكان قائد رشيد وقتها العسكري أن يرسل الحجر المجمع العلمي في مصر المحاضرة كما رأيت كانت مختصرة جدا ومواضيعها تستحق أن تكون على امتداد خمس أو ست محاضرات مماثلة أما عن حجر رشيد فكنا ونحن صغار نتعلم كيف اكتشفه وأنه في رشيد ومنتسب إلى رشيد ولم نكن ندري أي شيء عن المكتشف الحقيقي أو المترجمين الحقيقيين أو الخلاف الذي كان بين انجلترا وفرنسا حول حجر ولكن كل ما كنا نعرفه أنه سر الوقوف على اللغة الفرعونية أو المصرية القديمة لأنه ده كان المفتاح اللي خلنا نعرف وخل العالم كله يعرف ايه هو الهرم الأكبر وما فيه وهي المعابد الموجودة الكرنك وغيره وما هد فيها له والهرم وما بيدخله وما بخارجه إلى آخره كل ده كان مفتاحه هذه القطعة الحجرية التي وجدته ومن هنا كانت أهميته أستاذ الدكتور أحمد يوسف مدير المركز الثقافي في باريس على علاقة وثيقة جدا بالمجمع العلم المصري بحكم أن المجمع العلم المصري نشأته كانت نشأة فرنسية أيام نابليون بروبارت احنا بنستغل فرصة زيارته للقاهرة دائما في أنه يلقي محاضرة النهاردة فاجئنا بموضوع حجر رشيد وأن حجر رشيد لم يكتشفه شامبليون ولكن اكتشفه شاب فرنسي اسمه شابير أو على أي حال هذا الاكتشاف حتى الآن لم يوسق ولازال الحجر موجود في إنجلترا فرنسا بتسعى للحصول على هذا الحجر إنما في صعوبة في هذا الكتاب النهاردة يلقي دوق للمرة الأولى على مكتشف يعني حجر رشيد دائما إحنا كتب التاريخ أو إحنا كلنا عارفين إن شامبليون هو مكتشف حجر رشيد ولكن الدراسات التي قام بها الأستاذ الدكتور أحمد يوسف هو هيتكلمكم أكيد بطريقة موسعة أكتر ألقت الدوق على زابط من الحملة كان له دور كبير قوي 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 في اكتشاف هذا الحجر والحفاظ عليه وبعد كده طبعا في مجموعة من العلماء والأشخاص قاموا بفك رموز هذا الحجر وبالتالي فك رموز الهيرغليفية ومعرفة طبعا أسرار الحضارة المصرية فهو كان اكتشف الحجر والحجر ده كان جزء منه مدفون وكان الجزء العلوي من الحجر كان مكتوب عليه باللغة اللاتينية واللغة اللاتينية هو كان متعلمها لأنهما كان عارفة اللغة اليونانية وكانت بتدرس اللاتينية واليونانية في مدرس البولي تيكنيك في فرنسا فهو لما أرى الجزء ده قدر أنه هو يعرف أن دي سروة كبيرة جدا وأنه هو ده مهم قوي أنه هو لا يتم تحتيم هذا الحجر وفعلا تم استخراج هذا الحجر ونقلوا وبعد كده تم مجموعة من العملماء اشتغلوا عليه وقدروا أن هما يفكوا رموز اللغة الهيروغليفية وتم نقلوا بعد كده للمجمع القلمي في مصر